بدأت إيش قزدهم؟ إيش قزدهم بهذه الجملة؟ إيش التعبير هذا؟ إيش قزدهم؟ قزدهم إن الشخص هذا ينفق الأموال بإسراف أو من غير حساب أو يعني زي ما تقولوا فاحش الثراء ما هم الفلوس، ما همت الفلوس، يصرف على طول فالحل نبعط لكم أمثلة وأمي أخبرت لهم مركزة جديدة و إنها أخبرت لهم مركزة جديدة و أيضا و إنها أخبرت أخوة جديدة لأمي و ترد الموضوع كم الزراء يعني إنه أمي اشترت أو بكتب لكم هيا حين عشان ما تكون سنبت كثيرة بس انا ليش قلت ان هذا المثال او هذا التعبير يصلح لكل المستويات لان الجملة جاهزة ففي اي حال من الاحوال تقدر تستخدمها مثلا صديقك او صديقتك يصرفوا بالفلوس ينفقوا الاموال باسراف تقول لهم تقلوا لهم تستخدم المال كم الماء انت 20 يجب ان تكون راشد يعني لازم تكون راشد عاقل حال يوم الصباح اكتب درس اليوم اجهزة درس اليوم هذا كله درس اليوم كان كان درس اليوم فعطيتكم هذه الجزئية فقط لانه ويكند ما حب تعطيكم هذه الجزئية الباقية برضو هنا كمان في جزئية اخليها يوم ثاني عشان ويكند ما حب اعطيكم اشياء كثيرة فازبد انه متبعين اللي رسولي لردمهم على الخاص بخصوص الدورة بافتح رسائلكم ان شاء الله بعدين لانه الحين جدا مشغول بافتح رسائلكم باتواصل معاكم ان شاء الله شكرا على ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة